في السابع والعشرين من شهر تموز يوليو القادم تستقبل العاصمة البريطانية عرسا أولمبيا يشارك فيه الألاف من الرياضيين ويشاهده الملايين في كل أنحاء العالم وكعادتهم حرص البريطانيون على التأكد من جاهزية منشآتهم الأولمبية لاستقبال هذا الحدث الرياضي الكبير الملعب الأولمبي في شرق العاصمة البريطانية كان هدفا لتجربة حاسمة ولأنه أنوان النجاح بالنسبة لأولمبياد لندن فقد أثار افتتاح هذا الملعب ولو على سبيل الاختبار فقط فضول الآلاف من سكان العاصمة البريطانية الذين انتظموا في صفوف طويلة قبل الدخول إلى الملعب نيم كلارك ويل استفلت من شرقي العاصمة البريطانية أعلنت وبلمسة بسيطة أن الملعب الأولمبي جاهز لاستقبال الحدث الرياضي بأجزاء من الثانية أنهرت الأضواء الكاشفة سمع العاصمة البريطانية وعلى وجه الخصوص من ملقة ستراسفورد الفقيرة اللورد كو رئيس اللجنة المنظمة عرب عن سعادته بالتجربة الناجحة لإفتاح الملعب الأولمبي مؤكدا جهوزية كافة المواقع والمكاتب العاملة فيه وشارك عدد من أبطال الجامعات في مسابقات مختلفة في إطار التحضير لاستقبال مسابقة ألعاب القوة ضمن فعاليات الدورة الأولمبية الصيف القادم أقل من ألفي ساعة فقط تفصل العالم عن الحدث الأولمبي استنفار غير عادي للطاقات البشرية والمادية طبع الحياة في لندن خلال فترة الإعداد للدورة لكن المسؤولين في اللجنة المنظمة يؤكدون أنهم يسعون إلى شيء أكبر من النجاح وهو أن يبقى الأولمبياد علامة فارقة تضاف إلى معالم العاصمة البريطانية المميزة أليك سيوب بي بي سي